ليه معسكر منتخب مصر ليه الشباب الانطلق برضو بقادة كابتن واقل رياض مبادح ده كان استعدادا للتفصيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا ان شاء الله هتكون في أكتوبر اللي جاي كابتن علاء نبيل كمان المدير الفني ليه اتحاد الكرة وكابتن محمد يوسف كانوا حرسوا تقوى على الاجتماع بيه الجهاز الفني واللاعبين عشان يتأكدوا عليهم بضرورة بذلق مزيد من الجهد عشان يحافظوا على تواجدهم طبعا في المنتخب وكان كابتن علاء كمان قال ان انتحاد الكرة حيوفر لهذا المنتخب كل الامكانيات اللي لازم وكلمنا في النقطة دي قبل كده قلنا انت لازم توفر كل ما هو مطلوب لأي منتخب علشان تقدر بعد كده تحصل على النتائج اللي انت بترجوها عشان هنا بنتكلم كمان خاصة ان المنتخب ده هو مفروض المستقبل بتاع الكرة المصرية وانه هيكون هناك برنامج إعداد قوي كمان ليه من أجل الوصول بقى ليه كاس العالم ده أعتقد أمال المصريين كلهم وده الهدف كمان الأساسي طيب الخبر الحلو يا كريم بل انت عندك من الاهلي تسع لعيبة في منتخب الشباب وسبحوا له ان احنا نقول اسميهم برضو بسرعة لان دي حاجة ممكن تكون للذكرى تيجي بعد كم سنة كريم تقول الاسم ده تقول اه ما ده كان في منتخب الشباب عندك حازم جمال حارس المرمى أحمد عبدين مدافع معتاج محمد مدافع محمود لبيب دهير أيصر وإبراهيم عاد اللاعب وسط محمد عبدالله جناح أيمن وفارس خالد صانع ألعاب ومحمد رقفة مهاجم ومحمد هيثم أيضا مهاجم تاروان روح